بسم الله الرحمن الرحيم ورجعنا بعد رمضان بسم الله الرحمن الرحيم والله اشتقت للتصوير اشتقت القناة واشتقت لكم أكيد خلينا نقتبس هذا الاقتباس الهام من كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة كتاب كثير مشهور للدكتور جون جري يمكن سمعته عنه قبل هيك وبيحكي فيه يحفز الرجال ويشعرون بالقوة عندما يشعرون بأن هناك من لحظة شوي تحفز النساء ويشعرن بالقوة عندما يشعرن أو عندما تشعرن المفروض المترجم حتى تشعرن بأنهن آها معناته في مفتاح يحفز الرجال وفي مفتاح يحفز النساء شو هم هدول المفاتيح؟ تابع معي فيديو اليوم السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد معكم سائد يونس كل عام وأنتم بألف خير وتقبل الله الطاعات عدنا بعد غياب هو مش غياب بس بشهر رمضان المبارك كان في عنا جدول مختلف للقناة في برنامج عادي مش عادي اللي بعضكم شاهدتوه هو برنامج تحدثت فيه على مدار حلقاته عن قضايا اجتماعية وكنا ناخد آراء الناس في الشارع وكانت تجربة مختلفة عن الشيء اللي احنا متعودين عليه في القناة إذا بتحبوا تتابعوا الحلقات رح أحطي لكم الرابط في صندوق الوصف واليوم نكون رجعنا لنظامنا المعتاد وجدول النشر المعتاد على قناة سائد يونس في كل أربعاء وكل أحد عندنا فيديو جديد يتناول موضوع مهم بهمك وبيهمك موضوع بيساعدنا نتعامل مع أنفسنا نفهم أنفسنا أكثر نتعامل مع اللي حوالينا ننجح في حياتنا ونعيش الحياة بشكل أجمل وأمتع وأسعد وأروع إحنا والناس اللي منحبهم عشان هيك إذا أنت جديد على القناة اشترك معنا وفعل جرس التنبيهات حتى ما تفوتك الفيديوهات القادمة واعملوا لايك للفيديو أول فيديو بعد شهر رمضان ويلا نبلش موضوع العلاقات مهم جدا موضوع العلاقات وتعاملنا مع الأشخاص الآخرين من الجنسين أيضا مهم ومهم لسعادتنا وراحتنا كبشر كناس إحنا الإنسان كائن اجتماعي بطبعه فبيحب يتعامل مع الناس وبحب يكون تعاملوا مع الناس تعامل جميل بحيث أنه إحنا نكون كمان محبوبين والواحد يلاقي أصدقاء ويلاقي شريك أو شريكة الحياة لو هو لسه ما لقى شريك أو شريكة الحياة فعشان هيك موضوع العلاقات مهم وأنا بحب أتحدث عنه في القناة هون وجبت لكم اليوم فكرة كثير مهمة من كتاب مشهور جدا كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة وخلينا نعرف أكثر يا ترى شو هي المفاتيح اللي بتحفز الجنسين لو أنت رجل كيف ممكن تحفز المرأة ولو أنت مرأة كيف ممكن تحفز الرجل كيف ممكن تحفز شريك حياتك حتى لو كنت متزوجة وفي برود بالعلاقة بينك وبين زوجك كيف تحفز زوجك بالمفتاح السحري اللي رح نحكي عنه الآن وخلينا نرجع للاختباس اللي بلشناه في بداية الحلقة ويقول دكتور جون جري يحفز الرجال ويشعرون بالقوة عندما يشعرون بأن هناك من يحتاج إليهم حط مئة خط تحت كلمة يحتاج إليهم وتحفز النساء ويشعرن بالقوة عندما يشعرن بأنهن معززات إذن مفتاح تحفيز الرجل ومفتاح قلب الرجل يحس أنه فيه حدا محتاج إله أنه فيه إله أهمية فيه إله دور بحياتك كشريكة حياته كخطيبته كحبيبته كزوجته فيه إلك حاجة أنت محتاجيته هو بوجوده في حياتك بيأدي غرض مهم وأنت محتاجة لوجوده في حياتك عشان هيك إذا بدك تحفز الرجل شريك حياتك بدك تفكري بطرق ذكية تخليه دائما يشعر أنك أنت محتاجة إله جنبك وبقربك وحولك وهنا ما نفكر يعني في العلاقة الزوجية في البيت ممكن أنت بأبسط الأشياء بالمناسبة الموضوع مش محتاج يكون كثير معقد ممكن تناديه حتى يفتح لك مرتبان لمربة أو تناديه عشان ينزل لك تنجرة بعيدة في الخزائن المطبخ من فوق أو ببساطة تناديه عشان يشغلك الكمبيوتر أو يعالج لك مشكلة موجودة في الموبايل يعني أي إشي أي مهمة حتى لو كانت بسيطة بتخليه هو يحس أنه فيه حاجة إله هيك يشعر بدوره وبأهميته وبمكانته كرجل ويزداد حبا لك لأنه حاس أنه أنت محتاجيت له وهذا المفتاح الرئيسي لقلب وعقل الرجل عشان هيك عزيزة المرأة لا تستغري به أنه الرجل في بداية العلاقة أو لما يكون يحب بيكون مقبل على المساعدة بده يساعدك بأي شكل من الأشكال دايما بيسألك كيف بيقدر يساعد دايما بيحاول يقدم خدماته وأحيانا بيبالغ في تقديم خدماته بشكل ممكن حتى أنه ينفر المرأة أو ينفر شركة الحياة لأنه هو بس بيحسن نية وبطيب خاطر قاعد بيحاول بده يساعد بأي شكل ممكن فتفهمي هذا في الرجل واستغلي لصالحك ولك عزيز الرجل يقول دكتور جون جري تحفز النساء ويشعرنا أو تشعرنا بالقوة عندما تشعرنا بأنهن معززات شريكة حياتك حبيبتك زوجتك لازم تحس أنك أنت بتعززها لازم تحس أنك أنت مهتم فيها ودائما بتتمدح فيها الأشياء الإيجابية دائما تثني عليها وبتقدم لها الإطراءات والمديح هي لما تشعر بهذا التعزيز رح يزداد حبها إليك أكثر ورح تقدم لك من الحب والاهتمام أكثر وأكثر وخلينا نتابع ونقرأ مباشرة من كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة وبيقول دكتور جون جري وهذا الكلام موجه لك عزيز الرجل وموجه لك عزيزتي المرأة يقول عندما يقع رجل في الحب يبدأ في الاهتمام بالشخص الآخر بقدر ما يهتم في نفسه ويصبح فجأة طليقا من أغلال كونه محفزا فقط ويصبح حرا ليمنح غيره ليس لمغنم شخصي ولكن نتيجة لاهتمامه إنه يعيش رضا شريكته وكأنه رضا شخصي ويمكن بسهولة أن يتحمل أي مشقة ليجعلها سعيدة لأن سعادتها تجعله سعيدا ويصبح نضاله أسهل إنه مزود بطاقة لهدف أعلى مضوع بسيط خليه حس أنك أنت محتاجيت له خليه حس أنه هو دوره ووجوده مهم بحياتك وسترين العجائب والاهتمام الرائع من شريك حياتك بيتابع جون جري كلامه بيوجه هاي المرة حديثه للرجل بيقولك أن التعاطف والتفهم والصدق والحنان يساعد كثيرا في معاونتها يقصد المرأة لتصبح أكثر تقبلا وامتنانا لدعمه يعني هاي الأشياء الاهتمام والعطف والحنان بتحفز المرأة هذا هو التعزيز الذي تبحث عنه المرأة فاحرص أنك تعطيها باستمرار وبكثافة وبوفرة وبيقولك كمان دكتور جون جري ولا يدرك الرجال هذا لأن غرائزهم المريخية الرجال من المريخ لأن غرائزهم المريخية تدلهم على أنه من الأفضل أن تكون وحيدا إذا كنت متضايقا وعندما تكون هي متضايقة سيتركها بمفردها بدافع الاحترام أو إذا بقي زاد الأمر سوءا عن طريق محاولة حل مشكلاتها إنه لا يدرك غريزيا مدى أهمية القرب والمودة والمشاركة بالنسبة لها فإن أقصى ما تحتاج إليه هو شخص ينصت إليها حط كمان مئة خط تحت شخص ينصت إليها محتاجيتك جنبها تدعمها وتعززها وتعطيها الحنان والأمان بس مش محتاجي أفكارك النيرة ومحاولاتك لحل مشكلاتها وهذا خطأ كبير يقع فيه الرجال وهنا بيحكي لنا عن خطأين الخطأ الأول هو يأما بيتركها لحالها لأنه يعتقد أنه الإنسان لما يكون متضايق خلاص بدي يكون لحاله فبيفترض أنه هي كمان بتحب تكون لحالها لا ما تتركها لحالها ومش بس هيك لما أنت تكون معها لا تحاول تعطيها حلول لا تحاول تحللها مشاكلها فقط كن مستمع خليك جنبها استمع وعطيها الاهتمام والحنان والانتباه بس وهيك بتكون ملكة قلبها وملكة عقلها ورح تعطيك هي تبادلك الحب بالمقابل بشكل أنت ما بتتخيله مفتاحين لقلب الرجل مفتاح ولقلب المرأة مفتاح هذول كثير بيسهلوا علينا وبريحونا باتمانا تكونوا استفدتوا منهم اكتبوا لي أراءكم عنهم بالتعليقات ولو مهتمين أكثر تتعمقوا في موضوع كيف نخلي الطرف الآخر يحبنا أكثر كيف تخلي المرأة تحبك وتجذبها إلك كالمغناطيس اكبس على الفيديو الموجود الآن إلى جانبي على الشاشة وبشوفك بالفيديو هذا وكمان لو أنت مهتمة تعرفي أكثر عن الطرق وأساليب حتى تملكي قلب الرجل شريك حياتك رح تلاقي أيضا بالفيديو على جانبي في هذه الشاشة معلومات رائعة جدا ننهي هذا الفيديو وبشوفكم بالفيديوهات القادمة اكبسوا على الروابط ويلا على الفيديو الجاي السلام عليكم سائد يونس